يعطيكم 1000 عافية وصفة اليوم ان شاء الله رح تكون من السلطات الباردة اليوم رح نعمل مع بعض سلطة تونة ورح اقدمها بطريقتين وان شاء الله انكم رح تحبوها وصفة مميزة وشاهية تعبوها معي وتعالى نشوف خطوات العمل خطوة بخطوة اول اشي هون رح نعملو رح نسلق الماكرونا بالنسبة هون على مية السلق رح احط معلقة كبيرة من الملح واول ما تغلى عندي هون الماء رح انزل الماكرونا طبعا هون رح ابرجيكم الشكل الان استخدمته ممكن تستخدموا الشكل البيتكمية والنوع البيتكمية الكمية الان استخدمته هون هي 500 جرام طبعا هون رح احركها شوي ورح اترك الماكرونا تغلى حتى انها تستوي ماء طبعا بالنسبة للاستواء مبنيها تستوي استواء كامل المهم انها تفتح معنا حبات الماكرونا رح ابرجيكم هون درجة الاستواء هيك عندي ممتازة طبعا هون انا رح احطهم بالمصفاية ورح احط عليهم المي الباردة حتى يوقف استواء الماكرونا هون بعد ما صفيتم حطيت عليهم معلقة كبيرة من زيت الزيتون وقلبتم كثير منيح المي الباردة هي بتوقف استواء الماكرونا حتى تضلها معنا ماسكة حالها لما نيجي نقلبها مع بقية المكونات بخليها على جنب حتى تبرد تماما وهل هون رح نحضل للخلطة الاولى رح نحتاج معلقة اكبيرة من الخردل معلقتين اكبار من الكاتشب ورح نحتاج كمان هون معلقة كبيرة من صلصة الصويا سوس الصلصة الان استخدمت هون هي المعتدلة ورح نحتاج معلقتين كبار من الميونيز بالاضافة الى معلقة كبيرة من الخل الابيض ومعلقة كبيرة من عصير الليمون ورح نحتاج كمان هون معلقتين كبار من زيت الزيتون التواب اللي رح استخدمها هون هي معلقة كبيرة من الأورغانو حتيت هون معلقتين صغار ورح نحتاج معلقة صغيرة من قشور البصل والثوم مش متوفرة استخدمه بودرة البصل والثوم ورح احط هون نص معلقة من الملح وربع معلقة من الفلفل الاسوار بخلطهم كثير منيح مع بعض حتي تتجانس عندي كل المكونات وبهيك عندي الخلطة صارت جاهزة هلا هون بدخلها الثلاجة وببلش احضر للخلطة الثانية بالنسبة هون للخلطة الثانية رح نحتاج خمس ملعق كبار من الميونيز طبعا الميونيز عنا هون هو مكون اساسي ورح نحتاج كمان هون ثلاث ملعق كبار من الجبنة مش متوفرة ممكن تستبدلوها بلبان الزبادي طبعا الجبنة اللي استخدمته هون هي جبنة سائلة رح نحتاج معلقة كبيرة من الخردل معلقة كبيرة من الخل معلقة كبيرة من عصير الليمون ورح نحتاج كمان هون معلقتين كبار من زيت الزيتون التوابل هون رح استخدم الأورغانو معلقة كبيرة بالاضافة للمليح ورح استخدم كمان هون الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من قشور البصل والثوم بخلطهم كثير منيح مع بعض حتى تتجانس عندي كل المكونات وبهيك عندي الخلطة صارت جاهزة بخليها على جنب حتى أحضر هون للخضار بالنسبة للخضار رح أستخدمها بالوصفة هون رح أستخدم الفلفل الرومي استخدمت أربع أنواع من كل نوع استخدمت حبة وحدة ممكن تستخدموا نوعين حسب المتوفراتكم طبعا هون أنا قطعتهم ناعم رح نستخدم نصف كاس من الزيتون المقطع الأسود والأخضر ممكن تستخدم نوع واحد من الزيتون رح نحتاج نصف كاس من الذرة نصف كاس من البصل الأخضر وكاس من الخيار المقطع ورح نحتاج كمان هون كاس من البندورة المقطعة أنا استخدمت هون البندورة الكرزية رح نحتاج كاس من الفاصولة الحمرة بتعطي نكهة كثير طيبة هاي المكونات اللي أنا رح أستخدمها بيقلبهم كثير منيح وبهيك عندي الخضار صارت جاهزة هلا هون رح أقسمهم على صحنين بحاول بكل صحن إنها تكون عنا الكميات متساوية وبنزل هون الماكرونا نفس الشي رح أقسمها بالتساوي هلا هون بقلب الماكرونا كثير منيح وبعدها رح أنزل الخلطات بنزل أول خلطة وبقلبها كثير منيح حتى تتجانس عنا كل المكونات وانتو عم بتقلبوا فيها قلبوها شوي شوي حتى تحافظوا على قوام الماكرونا هيك عندي تمام بخليها على جنب وراح أنزل هون الخلطة الثانية طبعا أكيد ممكن تستخدموا الخلطة اللي انتو بدكم إياها إذا استخدمتوا خلطة واحدة بتحطوا هون نص المقدار من الماكرونا ونص المقدار من الخضار هيك عندي تمام هلا هون رح أنزل التونة بالنسبة للتونة هون أنا استخدمت تونة لحم أبيض لازم تنتبهوا إنها تكون كتال كبيرة وهون اللي اخترتها كانت مكبوسة بالمي انتو بتختاروا النكهة اللي انتو بدكم إياها بالنسبة للكمية هون أنا استخدمت علبتين كبار وخليت شوي على جنب حتى أزيني الوجه فيه بالنسبة للنوع الثاني هون كمان استخدمت علبتين من التونة لكن التونة اللي استخدمت هون هي مكبوسة بزيت دوار الشمس وانتو اختاروا النوعي اللي انتو بدكم إياها بقلبهم كثير منيح وبهيك عندي الخلطات صارت جاهزة طبعا إذا حبيتوا تدخلوها الثلاج بتعطيكم نتيجة أحسن أنا هون تركتم تقريبا مدة ساعة حتى كانوا عندي بردين تماما بعدها قدمتهم هون نزلت كل الكمية وحطيت على الوجه التونة اللي ظلت معي طبعا هاي التونة رشيت عليها شوي من عصير الليمون وقدمتها وكمان هون رشيت شوي من البصل الأخضر نفس الطريقة النوع الثاني نزلت كل الكمية وحطيت على الوجه التونة ونفس الشي هون رشيت عليها شوي من عصير الليمون وزعتها وبعدي هون رشيت عليها شوي من البصل الأخضر السلطات الباردة كل ما تركتوها بالثلاجة بتعطيكم نكهة جدا طيبة هاي السلطات من أطيب السلطات اللي اشتغلتها بالتونة ان شاء الله انكم رح تحبوها رح احكي ملاحظة بالنسبة للناس اللي ما بتحب التونة ممكن تستخدموا اي نوع من اللحوم الباردة مثل اللانشون او السنيورة زي ما بدكم بس هي نكهة التونة نكهة جدا مميزة وهي وصفتنا بتمنى انها عجبتكم بتمنى كمان ان الفيديو يعجبكم اذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة اشتراك فيها تفايل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة ويعطيكم الف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة معكم ولا طشمان من قناة اطيب الوصفات